اشتركوا في القناة مائة وواحد واربعون جريحا تم تصفير مائة وسبعة وعشرون جريحا منهم للعلاج في كل من تونس وإيطاليا ومالطة وتركيا عدد الجرحة الإجمالي طبعا هذه أخر حصائية الحقيقة لحصائية نقولها مصدرها لجنة الأزمة في وزارة الصحة عدد الجرحة 141 جريح الاجمالي عدد الجرحة التي تم تصفيرهم 127 تم تصفير 15 جريحا إلى إيطاليا وتلاتة جرحة إلى مالطة وتركيا 15 جريح وتونس 94 جريح قال عضو المؤتمر الوطني عبدالفتاح الشلوي أن المؤتمر صوت في جلسة الثلاثاء على بعض القوانين المتطابقة محا قرار تعديل كل ما يخالف شريعة الإسلامية وأوضح الشلوي أن المؤتمر صوت أيضا على آلية استعادة المصارف حقوقها بعيدا عن الربع وفتح باب الصيرفة للميزانية العامة للدولة والمقصود منها الصرف المؤقت لحين تتضح الأمور أذى ويذكر أن المؤتمر الوطني العام قد عقد جلسة مكتملة النصاب أقر خلالها باستئناف عقد جلساته بواقع جلستين أسبوعيا أكد النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام هوض عبدالصادق أنهم بذلوا جهودهم فيما يقص الحوار السياسي وأن الكرة الآن في ملعب البعثة الأممية ومجلس النواب حسب قوله وأضاف حوض عبدالصادق أن جلسة اليوم قد شهدت حضور 76 من الأعضاء ما يعني توفر النصاب القانوني لعقد الجلسات وقال عبدالصادق أن المؤتمر ناقش وضع المستشفيات وتوفر الأدوية وقرر أن يناقش خلال الجلسة القادمة مشاكل قطاع الصحة وسبل إيجاد حلول سريعة لها بحضور وزير الصحة ورئيس جهاز الإمداد الطبي عقد بمقر ديوان وزارة العدل اجتماع انضم كل من وزير العدل بحكومة الإنقاذ الوطني مصطفى جليب ومن دبينا عن دار الإفتاء الليبية ورؤساء المحاكم الابتدائية صباح الثلاثاء وكانت قد أعدت مذكرة تفصيلية طرحت فيها أفكار في الفقه والأصول وتقديم الآراء حولها بما يتفق مع شريعة الإسلامية السمحاء مشددا على أن هذا الأمر يهم بلادنا وأبنائنا هذا ويشار إلى أنه قد تم الاتفاق على تحويل مذكرة تفصيلية حول هذه المقترحات إلى الجهات التشريعية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة فيها دعت شركة العامة للكهرباء المواطنين بالمنطقة الشرقية إلى خفض استهلاك الكهرباء واستخدام غاز الطهي إذا وجد بديلا عن الفرن الكهربائي لما له من استهلاك كبير للكهرباء وأوضحت الشركة أن ضعف توليد الكهرباء بالمنطقة جاء نتيجة لما تعرضت له محطة كهرباء الشمال للقصف صباح الأربعاء والذي أدى إلى إصابة أضرار مادية بالمحطة إضافة إلى الإصابات التي تعرضت لها المحطة خلال اليومين الماضيين مما أثر سلبا على إنتاج الكهرباء في المحطة التقى مساء اليوم الأربعاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم لنادي الاتحاد الليبي تجمعه بفريق أشانتي كوتوتوكو الغني وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات فريق الاتحاد للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لسنة 2016 والتي ستنطلق في الرابع عشر من شهر فبراير القادم ويشار إلى أن الكرة الليبية تعود للملاعب في ظروف أبسطة ما يقال عنها إنها ظروف أمنية استثنائية خاصة في الآوينة الأخيرة ختم الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر